اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ما زلنا في تذنيب في بعض أحكام الشرط ووصلنا إلى مسألة رقم 173 وهي بعض المسائل المتعلقة على الشرط هنا يبين أنه هل يمكن للشخص أن يبيع شيء ويشترط أن يشتري هذا الشيء مرة أخرى أم لا يذكر لنا عدة صور الصورة الأولى تصح والصورتين البقيتين لا تصح ما هي الصورة التي تصح أنه أنا أبيعك شيء وأشترط أن أشتريه منك بعد ذلك ما بيها مشكلة أبيعك هذا الكتاب على أن أشتريه منك بعد حين هذه مسألة مسألة الثانية التي لا يمكن أن تصح أنه أنا أبيعك سيارة دين أبيعك سيارة دين بيش؟ مثلا خمسة آلاف دولار أبيعك هذه السيارة دين بخمسة آلاف دولار وأشتريها منك بأي شيء بأربعة آلاف دولار فهنا ماذا حصل؟ أنت تعطيني خمسة آلاف دولار بالنسيئة وأنا أعطيك حاضر أربعة آلاف دولار هذا رح يصير نوع من أي شيء من الربا لماذا؟ لأنه الآن العين هي نفسها موجودة بقت عندي والأموال أنطيك إياها نقط ثم أنت تسدد لهذه الأموال على فترة معينة ولكن فيها إضافة فهذا يكون الربا أو المشتري أنا اشتريت منك شيء اشتردت عليك عليك أنت البائع أن أشتريه منك بهذا هذا الشيء اللي أنا أشتردت عليك الآن أنه أخذت منك وأشتريت عليك أن تشتريه مني بالدين ولكن بأكثر مما بعته نقدا فهذا أيضا يكون من قبيل الأولى فيكون أيضا ربا لذلك في كل المولدين الأخيرين لا يصح البيع مسألة رقم 173 يقول لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا يعني يبيع هذا المال من عنده أن يبيع ماله يشترط أنه هذا الأموال يبيعها واللي اشترى من هذه الأموال أنه يشتري منه أو يبيع هذا الشخص منه مرة ثانية ولو بعد حين حتى بعد فترة معينة نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة نسيئة يعني بالدين باعه بالدين واشترط على المشتري أن يبيعه نقدا بأقل مما اشتراه أبيع لك يا بالدين أو أنك باع أبيع لك يا بالدين وأشترط عليك أنت المشتري أن إذا أنطيك نقد وأشتريه من عندك بأقل أو يشترط المشتري على الباع أو بالعكس أنا المشتري أشترطه على الباع ماذا؟ أن بأن يشتريه نسيئة أنه أشتري منك هذه المسألة بالدين بأكثر مما باعه نقدا ساني قلتهتك نقدا أفروض أنت اشتريت من عندي خمس آلاف دولار الآن اشتري من عندك بستة آلاف دولار نسيئة والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان أي فرق؟ اللي هو أكثر مما باعه ونسيئة لأنه كما قلنا راح يصير أشبه بالمعاملة الربوية المسألة التي بعد هذه المسألة ما هذه المسألة؟ المسألة أنه هل هذا الشرط يعتبر فيه أن يكون منجزاً أم لا؟ يمكن حتى أو يكون معلق هل يمكن أن يكون معلقاً أم لا؟ يقول مسألة رقم مئة وأربعاً وسبعون يقول لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزاً يعني هذا الشار اللي اشترطناه في أثناء العاقد هذا ما يعتبر فيه أن يكون إلا أن يكون فعلي منجز بل يجوز فيه التعليق يعني شنو التعليق؟ إذا صار فلان شيء يمكن تسوي فلان شيء مثل أي شيء كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنة فيها شهراً إذا لم يسافر أبيع بيتي وأقول للمشتري يابا أنا أشترط أنه هذا البيت أكون ساكن فيه لمدة شهر إذا ما سافرت هل يصح هذا الشرط لأن هنا صار تعليق يصح؟ لا نعم يصح أو باعه العين الشخصية بشرط أن تكون ذات صفات كذائية هذه العين الشخصية الموجودة بهذا الشرط أنه يابا إذا هذه العين أنا بعت لك إياها بس لازم بيها هذين الشروط فإنما رجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلف ولا أشكال فيه زين يقول إذا ما صارت هذه الصفات نفسها اللي أنت بيّنتها لي يقول هذا بعد رح يصير خيار هذا الخيار رح يصير تخلف الشرط وما بي مشكلة أخذناه سابقا زين المسألة اللي بعدها أنه أفرض هذا الشرط فاسد زين إذا فسد الشرط هل يسري إلى العقد فيفسد أم لا يقول لا يمكن إذا فسد هذا الشرط أن يصح العقد إلا إذا كان هذا الشرط بحيث يفقد إذا فسد رح يفقد جزء وركيزة من ركائز العقد فهنا يبطول مسألة مئة وخمسون وسبعون الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه هذا الفساد فساد الشرط ما يسري فيصح العقد ويلغ الشرط هنا العقد يكون صحيحا وأما الشرط فيكون فاسدا دائما يقول لا إلا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما أمر أخذنا ذلك سابقا في الشروط التي ذكرناها فهنا يقول إذا أوجب أنه رح يسقط من العقد أو العقد رح ينتفي أو بعض ألزاء تنتفي فهنا رح يسقط هذا الشرط جيد مسألة لبعثه هنا عندنا شروط هذا الشروط في العقد رح يكون ملزم للعقد ما معنى الإلزام ما معنى الإلزام أنه رح يترتب نقل وانتقال زين إذا امتنع الطرف الآخر من عليه الشرط من أداء هذا هم لازم أجب رأيه هل يجبار أم ماذا يقول مسألة رقم 176 إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علي أنا شرطت عليه أنه يبيع هذا يبيعني أو أبيعه هذا الكتاب بشرط أن يخيط لي قميصا مثلا فأنا بعت للكتاب ولكن ما خاط للقميص فهنا أنا يمكن أن أجبر المشتري من عملي هذا القميص ولو باللجوء إلى الحاكم أيا كان حتى لو يرجع إذا الحاكم والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره على العمل بالشرط يعني هل أن الخيار هنا حينما أريد أن أجبره هل الخيار انتفى أم معلق على عدم الإجبار إذا ما أقدر أجبره أستخدم الخيار يقول لا هذا الخيار موجود حتى لو تقدر تجبره يمكنك أن تفعل الخيار وتبطل العقد بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بمشتريط عليه حتى مع التمكن من الإجبار حتى لو يستطيع أن يجبر هذا الشخص سواء كان بالمحاكم أم بغير المحاكم يقدر أنه يبطل العاقد جيد المسألة اللي بعدها اللي هي الأخيرة في هذه الحالة في التذنيب أنه إذا هذا المشروط عليه أنا بعت الكتاب لشخص واشترت عليه أني خيط لقميص هذا المشروط الذي أخذ الكتاب المشتري لم يتمكن من خياطة القميص هنا خياطة القميص أفرض الآن في السوق تساوي عشرة آلاف دينار مثلا أنا بعت للكتاب بشكت بخمسة وعشرين آلاف دينار مثلا هل يمكن أن أقول أنه أأخذ هذا الخيار البيع يعني أصل الخياطة القميص سعرها عشرة آلاف فأني أخذ فوق سعر الكتاب أقدر أخذ عشرة آلاف وهو تقديرا سعر خياطة الثوب أم لا يعني الشرط سيكون في قباله قيمة مالية أقدر أأخذ هذه القيمة المالية عن الشرط أم لا يقول لا مسألة رقم مئة وسبعون وسبعون إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط ما قدر هذا المشتري أن يخيط الثوب كان للمشروط له أنا اللي بعت الكتاب الخيار في الفاسخ أنا بعد الخيار الفاسخ أقل لطيني كتابي وهك هاي فلوسك وليس له المطالبة بقيمة الشرط ما أقدر أقول لا السعر خياطة القميص عشرة آلاف دينار أنطيني عشرة سواء كان عدم التمكن لقصور فيه يعني مثلا مشكلة في هذا الشخص نفسه عدم التمكن بغض النظر عن عدم التمكن إما قصور فيه أو لا أصل الموضوع موضوع الشرط فات فيقول سواء كان عدم التمكن تمكن اللي من عليه الشرط من عليه الشرط شنو أن يخيط هذا صار عنده مشكلة ما قام يشوف مثلا أو ما كنت خربت أو فقد ذاكرة يقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم صوم يوم فمريض فيه أو كان لفوات موضوع الشرط إما أنه هذا المسكين المشتري صار مريض أو لا أصل أنا ردت يخيط لي الثوب مثلا أو القميص لشهر محرم ردت أسود فصار انتهى محرم وصارت فرحة الزهرة وغير ذلك يقول موضوع كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتالف الثوب أو لا تالف الثوب بسمن قصر وانه تالف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير بعد هنا ما يقدر يأخذ هذا الحق بل له الخيار جيد وصلنا إلى الفصل الخامس فصل الخامس هنا يبين ما هي أحكام الخيار يعني الخيار الآن أفرض أنه عندنا معاملة قوية هذه المعاملة القوية أيضا الخيار فيها قوي جدا زين هذا الخيار هل يورث أم لا يقول هذا الخيار حق من الحقوق فكما أنه حق فتورث هذه يعني الوارث له نصيب منها الفصل الخامس أحكام الخيار مسألة رقم مئة وثمان وسبعون يقول الخيار حق من الحقوق هذا حق جيد يعني شنو سيدنا يقول فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه صاحب الخيار مات ذاك مو يكيف اللي عند البضاعة يقول أبو الخيار مات فأني أقدر ألعب لعب وما أقدر ما أرجع لا نقول له لا ما دام وقت الخيار موجود هذا حق فينتقل إلى الوارثة الوارثة هم أصحاب الخيار هنا ويحرم منه من يحرم من إرث المال عندنا كما أنه في الوارث بعض الأحيان يحرم الوارثة من المال مثل واحد يقتل الأب فهذا يحرم أو لا إذا كان كفر الكافر أيضا يحرم من الميراث فيقول ويحرم منه من يحرم من إرث المال يعني يحرم من هذا الخيار من هذا الحق الذي ينحرم من إرث المال فهو مثل المال فهو مثله مثل المال كما أن المال لا يورث هذا أيضا يورث بالقتل أو الكفر أو الرق يصير عبد مثلا هذا أيضا لا يملك ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال أيضا اللي يحجب عن إرث المال هناك هنا أيضا يكون الحجب عنه يعني بعبارة أخرى هذا الحق مثل المال أين المال يروح هذا أيضا يروح ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة عندنا أكو بعض الميراث هذا مختصات مختصات بأي شيء بالذكر الأكبر الحبوة اللي هي مثلا سيف الميت أو خاتم أو بعض الأمور الخاصة زين هذا يقول لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث أفرض هذا العقد هو بيع المحبس والد الذي كان المفروض للابن الكبير فهذا الابن الكبير راح يصير فقط للابن الكبير مول البقية كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر هذه الحبوة هذه الحبوة مختصة بأكبر الولد الذكور أو الأرض الأرض التي ما تورث منها الزوجة الزوجة لا تورث الأرض والأرض التي لا ترث منها الزوجة زين يعني أفرض باع الأرض هذه الأرض له خيار فيها ولكن هذه الأرض باعتبارها لا تستحقها الزوجة أو لا تتملك فيها فهل لها الحق حق الخيار أم لا ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال زين هس بالنسبة إلى الزوجة في بيع الأرض أو غير الأكبر في بيع الحبوة هل هذا يحرم أم لا يشارك يقول هنا عندنا أقوال أقربها عدم حرمانه الأقراب من هذه الأقوال أنه هذا ما يحرم من هذه المسائل من هذا الحق والخيار لجميع الورثة ما لا علاقة بعد الخيار سواء كان هذا ممنوع للحبوة أو ممنوعة لأجل أنها هذا المبيع أرض فلو باع الميت قال الميت ما يبيع لكن أثناء حياته قبل ليموت باع أرضا فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار كان عنده خيار في هذه الأرض أو كان قد اشترى أرضا أيضا لو افرضنا أنه مباع الأرض لا اشترى أرض وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة بعد هنا كما أن غير الزوجة يرثون هذا الحق فكذلك الزوجة ترث هذا الحق جيد الآن عندنا مسألة أخرى أنه لو كان عندنا عدة ورثة وهنا في هذه الورثة بعضهم راجف سخ والبعض الآخر ما راجف سخ فهنا ما هو اللحام يعني قول من نأخذ مسألة رقم 179 يقول إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه يعني شنو يعني لابد أن يكون هذا الفاسخ هو فسخ للعموم العموم يفسخ يعني متعلق الخيار لابد أن يكون كلهم متفقون عليه أو أنه إذا هذا الوارث أفرض أنه يرث الربع زيان هذا هل يستطيع أن يفسخ في الربع يقول لا بعد هنا ما عندنا تعدد الخيار أو تقسم الخيار أو حصة الخيار لا بعد هنا إما أن يعمل الخيار هذا لو أحد من عدهم رات يفسخ في حصة اللي هي غرفة إذا قبل ذلك المشتري فبها إذا لم يقبل لا فيصح في حصته متى إذا رضي من عليه الخيار جيد زيان الحالة الأخرى أنه هؤلاء الورث فسخوا أفرض كان عندهم بيع أو باعوا أرضهم أبوهم باعوا أرضهم مليون مليون دينار زيان هذول من شاف من استلموا الخيار ما قبلوا على هذه البيعة فما دام عندهم خيار فبطلوا وحاولوا أن يرجعوا الأموال يقول مسألة رقم 180 إذا فسخ الورثة بيع مورثهم هذول الأولاد الورثة فسخوا بيع أبوهم فإن كان عين الثمن موجودا إذا كان نفس الفلوس أبوهم خليها يمهم أو خليها بالبانك أو غير ذلك دفعوه إلى المشتري أنطوا هذه الأموال ورجعوها للمشتري وأخذوا حصتهم وإن كان تالفا أو بحكمه إذا كان لا هذا إما اشتروا به أو أنفقوا أو غير ذلك أخرج من تركة الميت كسائر ديونه هنا بعد يخرج هذه الأموال من التركة قبل أن يتقاسمون مثل بقية الديون يخرج من التركة ويعطى لصاحبي الأرض أو العين المبيوعة وثم ترجع العين مسألة اللي بعدها يقول لمسألة 181 لو كان الخيار لأجنبي عن العقد ذا بعنا كتاب أنا بعت الكتاب أو زيد باع الكتاب العامر وقال هذا الكتاب بعته والخيار المن لخالد زين ذلك خالد صاحب الخيار مات فما هو الحل يقول لو كان الخيار لأجنبي الخالد عن العقد لأن العقد بين زيد وعمر فمات خالد فإن كان المقصود من جعل الخيار له زين هنا لما نخل الخيار إلى شون مقصودهم هل مباشرته للفاسخ هل هو أنه هو اللي يفساخ أو كونه بنظره يعني إما أنه يكون مباشرته للفسخ أو لا يكون هذا الفسخ بنظره إما هو اللي يفسخ أو لا المباشرة تكون بنظره يقول لم ينتقل إلى وارثه بعد هذا الخيار لم ينتقل لوارثه لماذا أنهم أرادوا هذه الشخصية خالد باعتبار عنده مسألة أو يعرفوا فلان شغلة فلذلك خلوا هذه الأمر بيده وإن جعل مطلقا أما إذا لا ما جعلنا هالشكل أنه الانتقال بيده أو أن يكون مباشرته للفسخ أو كون الفسخ بنظره لا مطلقا الخيار لخالد فهنا انتقل إلى الوارد فإذا نفرق بين أنه هذا الأجنبي هل الخيار له يعني مباشرته للفسخ أو كون بنظره أم لا مطلق إذا كان مطلق ينتقل للورثة أما إذا كان المباشرة أو بنظره فهنا لا ينتقل إلى الورثة المسألة الأخرى في الفصل الخامس والأخيرة اللي هي في أحكام الخيار هذه المسألة إحنا عندنا الآن عندنا في زمان الخيار عندنا في زمان الخيار يقول إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان هذا المبيع اللي هو الحيوان تلف في زمان الخيار يقول هذا سيكون من مال الباع بعض لماذا؟ لأنه تلف فالتلف يكون من مال الباع مسألة رقم 182 يقول إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان عندنا ثمن وعندنا مثمن المثمن من هو الحيوان زين إذا تلف الحيوان يقول فهو من مال الباع باعتبار في فترة الخيار يقول من ضمن مال الباع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط يعني هنا يريد أنه مرة عندنا خيار الحيوان فمادام تلف في الثلاثة في زمان الخيار فيكون من أموال الباع أو عندنا خيار الشرط وتلف المبيع في خيار الشرط فهو أيضا من مال الباع وكذا إذا تلف المبيع قبل انتهاء مدة الخيار في أي خيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري هذه الحالة الحالات إذا كان الخيار المشتري زين أما إذا كان للباع زين إذا كان الخيار للباع أو تلف في زمان خيار المجلس أو لا احنا عندنا خيار مجلس في الأثناء أنه هذا المبيع في ضمن خيار المجلس اللي يكون الخيار المن للبائع بعد القبض انطال أموال وأخذ المبيع فالأظهر أنه من مال المشتري لماذا قال الأظهر باعتبار أن هناك نوع من الاختلاف في هذه المسألة فرأي السيد حفظه الله في هذه المسألة أنه يكون من مال المشتري إذن إذا كان الخيار للبائع إذا كان الخيار للمشتري أو كان في خيار الحيوان فالتالف يكون للمشتري وفي خيار الحيوان أو خيار الشرط فالتالف يكون في زمن الخيار من مال البائع أما إذا كان الخيار للبائع أو في خيار المجلس فالتالف يكون من مال المشتري إذا كان كذلك فنكون هنا قد انتهينا من الخيارات وما يتعلق بها أما فيما يدخل في المبيع فهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته طيبين الطهري اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر